أهلاً وسهلاً أحبابي وأخوتي كديري اللبس عليكم ولدتكم زيانين بلاشك أن كل وحدة فينا يعني مع القرية والو غالي تكون كان يطلع عليها التونسيون مع ولادها المهم غير ضحكة وبغيت نضحككم شوية المهم أنا غنقول لكم بعد الحية اللي أنا يعني كنديرها مع ولادي ونفعتني الصراحة غير في المساء بعدها هكا وخاصة في هذه الأيام في هذه الأوضاع اللي كتشوفوا دهبا يعني يعني راه كي يقنتوا ورا ما كي يلقوش يعني يعني ما ما يقدروش يخرجوا وما يقدروش يعني غير الضار وصافي والتلفزيون عود راه كي يطر عليهم شوية عود ما كي يخليهم ش يعني غير التلفازة ولا غير الألعاب وصافي راه شوية وصافي يعني مهم أنا خلقت ليهم وحد الجو هنا يا بعدها كنا يعني سلينا كل شي يعني يعني تعشينا ويعني كل شي وأول حاجة درتها يعني بدل ليهم الحواج ديالهم ووصلت ليهم يعني للدين والرجلين ديالهم والوجه ديالهم والكبارين خلاص راهم توطوا يعني باش يقروا القرآن مهم خلقت ليهم واحد الجو رائع وفرشنا واحدة واحدة الملطة هكا كما كتشوفوا ما عنديش زربية هنا يا فرشت غير الملطة قدت حاجة مهم ودرت ليهم هكا شعلت هكا العود القماري أو الجوي كل واحد كيفاش كي يقولوا هيت حتى الأبناء ديالي كتعجبهم هكا ريحة ديال الجوي أو العود القماري المهم كما كتشوفوا أنا هنا يا راني كنقرع لهم شوية القرآن يعني باش يسمعوا ودرت ليهم هنا يا ودرت ليهم واحدة التحدي يعني ولادي الكبار هم قروا في المغرب اللغة العربية يعني كيعرفوا اللغة العربية والصغارة هم ما كيعرفوش مهم ما أنا كنقرع لهم وهما كيسمعوه وقررت نديل لهم واحدة التحدي يعني باش درت ليهم واحدة التحدي باش يعني يقروا ويراجعوا اللغة العربية ومنها يرجعوا الصور اللي كانوا حفظوهم باش ما ينسوهمش يعني الصور غير قصارين هادو كل اللي كانوا حفظوهم وكيما كتشوفو درت ليهم هاد التحدي يعني قريت أنا اللول وقلت ليهم يعني كل واحد يقرأ ويجود نشوف تجوية ديالوك غايكون نشوفش كلك يعرف يجود المهم انتم ما كتشوفوه ويمعجبهم الحال ومن لي درت لهم هاد التحدي يعني زعموا باش يقروا باش يراجعوا ومنها كيستفتوا ومنها يعني واحدة راحة كبيرة يعني هاد القلسة ما غادلش تلقيها واحسن قلسة يعني احسن قلسة هكذا تقلسي مع ولادك وترجع معهم وتقرأ معهم القرآن وتحسيهم ديك الاجواء يعني ديال احني احنا يمسلمين يعني احنا يمسلمين ومؤمنين وبحال هاد الاجواء هادو ان هادم يعني يذكر فيهم الله تعالى يذكر فيهم الله تعالى ويقرأ القرآن وتعلمي اولادك يعني يقرأوا هكي القرآن ويشوفوا الام ديالهم يعني كتهتم بهذه المسائل هذه راح شي حاجة كبيرة وكما قال الله تعالى كل راعي المسؤول عن راعيته يعني احنا يرا كندلوا اللي علينا والمهم بنادم يديل المجهود معهم والكامل على الله اه باش غدا ولا بعت غدا يقول لك انا ما علمتينيش هادي وما وريتي ليش هادي وما علمتينيش نصلي وما علمتينيش كتوقع بزاف كتوقع بزاف وهات الشيرة كما قلت لكم هات الشيرة راح مسؤولية يعني مسؤولية ديالنا للوالدين باش يعني يعلم ولدهم من الصغر هات الشيرها كيكون من الصغر يعني من صغر مش يحتي كبر عد تبدأي تقول لي هي وسير تصر لي وسير اه اه واصوم ودير هادي ودير هادي وقرار القرآن راح ما غديش يسمع عندك خساد شي يكون يعني من الصغر كما كتشوفوا هنا يا راح الكبارين هما راح قدوة الصغارين يعني كما كان الكبير غاد يكون صغير ان شاء الله يعني غير يشوف يعني الصغارين دابك يشوفوا هد يعني هد الجو هد كين في الدار يعني راح كما قلت لكم واحد الحاجة يعني زوينة بزاف بزاف كما قلت لكم البنات يعني نتمنى تجربوا هد هد الروتين هذا مع الأطفال دي لكم كل مرة شنو تديروا لهم مرة يقروا يعني القرآن مرة يقروا مرة يقروا شي كتاب هكا مرة يعني اخي كترت كترت عليكم يعني 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 ما نعف منين كتجيني هد يعني غير قبلوا علي وصافي الهدرة دي اللي مخربقة شوية المهم المهم كما قلت لكم راح هد الجو هد البنات راح كيريح بزاف يعني كيريح بزاف وكيبعد الشياتين هكا كيبعد الأفكار يعني السلبية وكيبعد القنت يعني ما كتقنتيش ملي كتدير هاد الشي هد راح ما كتقنتيش خايكون فيك القنت غير تدير خلقي واحد الجو هكا زوين في الدارة ما غاديش تقنتي ما غاديش غايدوز النهار طغية وكيما قلت لكم راح كيدوز النهار كيدوز المساء ديال كزوين ومرتاحة يعني كيدوز يعني مرتاحة ما كين لغوة لسطع لسي قلسها انتالا فعل هادي وكيدوز واحد المساء زوين وهادئ ايوه وش غا نقول لكم المهم يعني عوض ما تبقى يديعي يعني التاقة ديالك في قلس قلس دير هادي دير هادي ما تديرش هادي لا احسن تقلسي مع همتي تحتيدك التليفون ولا التلفزة يعني تطفيها ولا مهم لي عندك يعني شاغلك مهم وهادلوقيته بنترا مش يعني الوقيته هادي را كتكون كتكون خاوية عندنا ما كنديرو فيها والي الصراحة يعني الوقيته دير المساء مهم قلت لك ما تديرش يعني التاقة ديالك في الهضراء والصافيره ما كيسمعواش الله هذرا هكا لا هذرا جأنَّ ﷺ ما كيسمعوش يخص يعني ديري المجهود باش تقلسي هاكا معهم إلا كان قلسي معهم هكا راه غيسمعو عندك يعني كريس مااهما غيسمعو عندك وغاي يقلسو لأخي قتيلو ههكا مشدلجو هكا كيما قلت لكم يقرروا شي حاجة أو لا يديرو شي حاجة أو لا يلعبو شي حاجة و انت هيك اتجاد تلعب معاهم مثلا؟ سوف يسمعوه عندك و سوف يقلسوه ولكن لو يلقوك ملهية في شيء قمتهك مع التليفون مثلا أو مع تلفازات أو شي حاجة أخرى سوف يديرو اللي بغاوه ممسوقينش المهم أتمنى أسأل بناتك كما قلت لكم أتمنى تجربوا هاد الحيال هادو وتردوا علي يعني تقولوا لي وش يعني مزيانين تمنى تشاركوني هكا التعليق دلكم إلا أعجبكم الفيديو و لما أعجبكم مهمة شاركوني شاركوني الأراء دلكم راكت همني و كتشجعني المهم أنا هنا يراني قلسة معهم كان هما يقرؤوا و أنا كان صحح لهم إلا شي حاجة غلط فيها أو كنوري لهم يعني كيفاش يديرو و كيفاش مهم أنا معاهم هنا مهم خليكم مع الحيلة التانية إن شاء الله شكرا 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 أيضا يا إلهي أنا مشієح لك صدق ووضعنا عنك وزك الذي أنقض ضهرك ورفعنا لك ببنك إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا شارت فهنا صدق وإلى ربك فهنا كما قلت لكم البنات هذه هي الحيلة الثانية التي أريد أن أقول لكم لا تريد أن يقلسوا في المساء يقلسوا لكم ترانكي لهم يلعبون يجب أن تطفيوا وضعوا تجعلوا غير تلفازة مشعولة تطفيوا وضعوا تلفازة مشعولة يقلسوا في مكان يلعبون يعني لا يجريوا الوضع يقلسوا في مكان يلعبون وتجلسوا معهم حتى أنت بطبيعة الحال تلعبوا معهم شوية وأنا هنا يرى تلقت في تلفازة واحدة يعني هكا واحد الصورة منها يعني كيلعبوها كمنها كيسمعوها شوية يعني القرآن يعني كيحفظوا هذه الصورة يعني غد يحفظوها وخه يلعبوها كرا همار لكن كي يحفظوها يعني غد يديوها يعني في الدماغ دي لهم يعني راه كيحفظوها وخه يعني كيسمعوها أتمنى يعني تطبقوا هاد الحيل هادو ونا هاد الحيل هادو راني تعلمتها من الأم ديالي هاد الحيلة باش كتفيد يعني كتفيد يعني كتفيد لمعنت القرآن اخريتسا وhah kanic وكتفيد اخريتسا وانطبقوا في فلسط مأكد يعني يعني في الصلاة هكا ولا بين كانت الوكهن المهم يعني كتناسوا هكا على الفتي ومطاربة مثل ولا على الأرض كتفرشي لهم وتشبелов هكا والمخاد يعني والملطة هكا كتنسوا معهون يعني يعني يجب عليهم تلفازة و تفرج في فيلم أو شيء المهم على حسب ما تريدون معه مهم كل نهار و نهار و كل نهار و الحيلة كل نهار تحاول تبدل تحاول تخلقي لهم فكرة لأن كل نهار يبدلون لا يشعرون بالقند و بالملل ستساعدك هذه الأفكار و أنا أكيد ستساعدك و أنا كنت صغيرة أعجبني الحالة التي أعجبت لنا الأم هذه الأجواء و كانت تعجبنا الحال و كانت بقى و ترانكي لما كانت أستطاع حتى أعطينا أن نعاسها كمع التلفازة أو أن أبوها كان عياء و كانت صغير رأسنا قاعدة تقولها لنا الوالدة أو لا فهمتون ما أريد أن أقول لكم بعض الأشياء المهم هنا عندما بقيت بقيت معه وصلت حتى الساعة للنعاس حتى تعرفوا و لكن لا يريد أن يكون العطلة و لا يريد أن أقوموا على ساعة و لا يريد أن يتعلم ساعدت معهم فكل شيء و لا يمكن أن يؤشرهم لا يريد أن يجب أن يقوموا و ترغبوا ولا يتعلم فقط و انا اخذت تصبحي انا انا كمتلك كانت تصبح كي اجب ان صبح ام نصبح و انا قلس ام انا قلس او ام نصبح او من اخذ في الفرش كان صبح مهم تصبح افضل احسن يعني كم سحكم البنات الاستغفار 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 كي يحل بزاف ديال المشاكيل بزاف مهم الاستغفار هي هو احسن حاجة والذكر بطبيعة الحل اي حاجة فيها الذكر مزيانة وكنت منزع ما تنصحوا الابناء ديالكم على الصلاة وعلى كما قلت لكم الاشياء هكا الدينية ديالنا بش يعني يعرفوها كان هذا بالاخص بالاخص على الناس اللي في الخارج يعني نصحوا الابناء ديالهم يعني ويوريوهم هكا المسائل الدينية كما قلت لكم راكا تعرفوا في الخارج يعني ما كينشه كي يشوفوا غير يعني كي يشوفوا غير مصارة هكا كي يشوفوا يعني شي حويج يعني ماشي ديالنا يعني ماشي ديالنا وهذا يعني هاد الاجواء هديرها يعني كي يكونوا دائما كغير يخليوهم دائما تمسكين بالدين ديالهم بالايمان ديالهم ونتمنى من الله يصلح لين الابناء ديالنا والابناء ديال المسلمين اجمعين وهنا يغلقتون يعني طحنت لهم شويد يعني هكا البانان مع الحليب وصافيه هكا بش يشربوه حيتاش وصلت للقيتة ديال النعاس وهدي هي يعني الحية هاد الاحية هادورها صراحة غديهنيوكم غديهنيوكم من يعني هكا في الماساء اتمنى يعجبوكم اتمنى يعجبوكم هاد الفيديو وكما قلت لكم تاركوني رأي ديالكم فيه ونتمنى يعني الله كما قلت لكم يرزق كل واحدة الدورية الصالحة ان شاء الله اللي كتمنى شي حاجة الله يرزقها واللي واللي يبغى تدير شي حاجة في الحقيقة ديال هازوهن الله يحققها لها ونخليكم معا الفيديو قتل الاخير ونتلقى قريبا وهنا البنات لقيتاني هي الようARS هذه هي نصائح هذا هو المسائل لنا كيداز وهذه النصائح اللي يعني اللي غيرينفعوكم أنا أكيدا غيرينفعوكم ونتمنى يكون أعجبكم هاد الفيديو ولا بغيتوني نزيد لكم من هاد الفيديوهات هادو نزيد لكم علش الله مهم كما قلت لكم انتم نعجبكم هاد الفيديو ونخليكم على خير هتا الفيديو الجاي إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته